بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الدرس الخمس عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة بالإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح حياكم الله وبركاته فيكم وقفنا في الحلقة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم قال رحمه الله قال غير واحد من السلف معناه لألا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولوا قد وافقون في قبلتنا فيوشكوا أن يوافقون في ديننا فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل وقولوا إلا الذين ظلموا منهم هم قريش فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له في الحجة مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فلا شك أن حدث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أنه حدث عظيم حصل بسببه اعتراضات واستشكالات كثيرة من المعاندين والمعارضين والجهال وضعاف الإيمان والواجب على المؤمن أن يتبع أوامر الله جل وعلا حيث وجهه يتوجه من غير اعتراض سواء وجهه إلى بيت المقدس أو وجهه إلى الكعبة ولله المشرق والمغرب فعينما تولوا فثم وجه الله وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ومن الإيمان بالله واليوم الآخر اتباع ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه دون اعتراض أو انتقاد فإن هذا ليس شأن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم من يعص الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا فالمؤمن يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى حيث ما وجهه يتوجه ولذلك لما حولت القبلة وصلى ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر إلى الكعبة وخرجوا إلى مسجد بني زريق وجدوهم يصلون إلى بيت المقدس لأنه لم يبلغهم تحويل القبلة فلما أخبروهم استداروا وهم في الصلاة استداروا وهم في الصلاة من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض ودون أي استشكال لأنهم مؤمنون بالله عز وجل ومؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم فهم يدورون مع أمر الله جل وعلا أما اليهود فإنهم فرحوا في الأول لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم وقالوا إنه سيوافق ديننا وليس هذا هو ليس هذا كما تصوره فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمشى مع أمر الله فحيث لم يأمره الله بتحول عن بيت المقدس بقي على ذلك بقي على ذلك فلما أمره الله بالتحول إلى الكعبة توجه إلى الكعبة دون أي توقف وتوجه معه المؤمنون دون أي اعتراض أو أي استشكال لأنهم عباد لله يأتمرون بأمره فهو لم يستقبل بيت المقدس من أجل أن يتبع اليهود وإنما استقبل بيت المقدس لأنه لم يؤمر بالتحول عنه بعد ولما تحول إلى الكعبة فنفس الاعتراض الذي قاله اليهود قال المشركون تحول إلى قبلتنا يعني الكعبة نعم المشركون من العرب تحول إلى قبلتنا فيوشك أن يتحول إلى ديننا يعني دين المشركين نعم هو عبادة الأصنام حاشا وكل فهو لا يلتمس رضا أحد من الناس أو موافقة أحد من الناس وإنما يتمشى مع أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا لألا يكون للناس عليكم حجة لو بقيتم على الصلاة إلى بيت المقدس لحتج عليكم اليهود بأن قبلتكم الكعبة كما هو عندهم في التوراة وكذلك الذين ظلموا منهم وهم المشركون ظنوا أن تحوله إلى الكعبة أنه سيتحول إلى دين المشركين والله جل وعلا وصفهم بالظلم إلا الذين ظلموا منهم أي من الكفار فهؤلاء لا عبرة بقولهم أو أو توقعاتهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمشى مع رغبات الناس أو استرضاء الناس وإنما يتمشى حسب أوامر الله سبحانه وتعالى فلا مطمع لأحد لا من اليهود ولا من المشركين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيوافقهم سيوافقهم على ما هم عليه أو يترضاهم في دينهم وإنما هو يدور مع أمر الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فلا تخشو اليهود ولا تخشو المشركين وإن قالوا ما قالوا فإنكم مع الله سبحانه وتعالى وفي طاعته وامتثال أمره ومن كان كذلك فإنه لا يخشى أحدا في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وإن اعترضا المعترضون نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة نعم ومن جملة ما نهان الله عنه من التشبه بالكفار تشبه بأهل الكتاب من جملة ذلك تفرقهم فإنهم تفرقوا افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على إثنتين وسبعين فرقة بسبب اتباع الأهواء وما كان له من يفترق لو تمسكوا بكتاب الله التوراة والإنجيل لكانوا صفا واحدا فهم افترقوا تبعا لأهوائهم فالله ينهى هذه الأمة أن تتشبه بهم في التفرق والاختلاف وترك ما أنزل الله عليهم ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأنتم قد جاءتكم البينات وهو القرآن الكريم والسنة النبوية فلا تتفرق حسب الأهواء والرغبات والعصبيات وإنما تكونون أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون والله جل وعلا يريد لنا الاجتماع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا التفرق والاختلاف شر ولكن مع هذا مع نهي الله عن التفرق وعن مخالفة اليهود والنصارى في تفرقهم فإنه حصل في هذه الأمة تفرق واختلاف لكن بعد ما بلغتهم الحجة وقامت عليهم البينة فلا عذر لمن تفرق وخالف فإن هذا عن هواء والتفرق إذا كان عن هواء فإنه لا عبرة به فإنه فهذا هذا هو السر في إرادة المصنف رحمه الله لهذه الآيات لأن الكتاب موضوع كله النهي عن التشبه باليهود والنصارى اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ومن جملة ذلك التفرق فإنهم تفرقوا في دينهم فالله نهى هذه الأمة أن تتفرق في دينها وأمرها أن تكون أمة واحدة على كتاب الله والذي يعصم من التفرق هو التمسك بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا فمن اعتصم بحبل الله فلن يتفرق وإنما يتفرق من خالف حبل الله سبحانه وتعالى كما حصل لليهود والنصار أنهم لما خالفوا كتاب الله تفرقوا كذلك من من ظل من هذه الأمة فإن تفرقه وضلاله إنما هو لمخالفة الكتاب والسنة وأما من اعتصم بالكتاب والسنة فإنهم لا يتفرقون أبدا بل يكونون جماعة واحدة نعم سيدكم الله خير العدد المذكور في الثرق الشيخ 71 72 73 مخصوص المقصود التحديد فالفرق أكثر من هذا ولكن يقول العلماء هذه أصول الفرق هذه الأعداد هي أصول الفرق وتشعبت وتفرقت إلى فرق أخرى نعم سأكون الله خير قال رحمه الله مع أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم وترك مشابهتهم أمر مشروع ودل على أنه كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم يشرع لنا كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهيين عنها وهذه مصلحة جلية نعم التشبه يختلف قد يكون تشبها كثيرا وقد يكون تشبها قليلا وكله منهي عنه لأن التشبه القليل يجر إلى التشبه الكثير وأيضا هو مخالفة ولو كان قليلا فالإنسان لا يتساهل في أمر التشبه فالتشبه منهي عنه سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان في العبادات أو في العادات الخاصة بهم فإن منهيون عن التشبه بهم في أي شيء من خصائصهم نعم وقال سبحانه لموسى وهارون فاستقيم ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون وقال سبحانه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إلى غير ذلك من الآيات الآيات الأولى فاستقيم ولا تتبع عني سبيل الذين لا يعلمون نعم الله جل وعلا أمر موسى وهارون عليهما السلام بالاستقامة على كتاب الله التوراة وما أوحى الله إليهما ونهاهما عن اتباع سبيل الذين لا يعلمون فدل على أن من خالف ما أنزل الله فهو جاهل وإن ادعى أنه عالم فليس بعد والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرهون فأي إنسان يأتي بشيء يضن أو يعتقد أنه خير وهو مخالف لما في كتاب الله فإنه ظلال ولو كان يظن أنه هدى وهو شر وإن كان يظن أنه خير ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وهذا منهج يجب أن يسلكه المؤمنون في كل زمان ومكان وهو التمسك بما أنزل الله وترك سبيل المخالفين لأنهم على جهل ما داموا ليسوا على منهج كتاب الله فإنهم على جهل وعلى ضلال نعم وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لما أراد موسى عليه السلام أن يذهب إلى موعد الله الذي وعده أن يعطيه أن يعطيه الصحائف التوراة ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة لما تم الموعد وحان الذهاب إلى مكان الموعد الذي وعده الله فإنه أوصى أخاه هارون وهكذا ينبغي لولي الأمر أنه إذا أراد أن يغيب عن رعيته أنه يوصي ويخلف من يقوم مقامه وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي اخلفني يعني كن خليفة بعدي في سياسة بني إسرائيل اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هذه وصايا فينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يستخلف لعارض من العوارض أن يستخلف غيره أن يصيه ويرسم له المنهج الذي يسير عليه من بعده اخلفني في قومي وأصلح أصلح فيهم والإصلاح إنما يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين فإن سبيل المفسدين فسات وليس إصلاحا فعليك أن تتمسك بهدي الوحي ولا ترجع إلى أهواء الناس ورغباتهم فإن كثيرا من الناس لا يريدون التمسك بالشرع وإنما يريدون تحقيق رغباتهم وأهوائهم فهؤلاء لا عفرة بهم ولا ولا بقولهم مهما كانوا من الكثرة أو من الغنى أو من الثروة أو من المكانة فإنهم لا عفرة بهم ما داموا مخالفين لمنهج الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ولا تتبع سبيل المفسدين لا يكون عندك من المستشارين من المفسدين بل اتخذ وساطة صالحة أهل رأي وتدبير وحسن سياسة اختر البطانة الصالحة وتجنب البطانة السيئة لأنهم من المفسدين نعم وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ومن يشاقق الرسول يكون في شق والرسول في شق يعني يخالف يخالف الرسول بحيث يكون هو في شق والرسول في شق آخر من بعد من بعد ما تبين له الهدى فهو لم يخالف الرسول عن جهل نعم وإنما خالفه عن هوى أما من خالف الرسول من غير قصد وإنما أخطأ في ذلك وهو يريد الحق يريد الحق لكنه أخطأه فهذا يعذر حتى يتبين له الحق فيجب عليه الرجوع له ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية نعم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فإنه إذا تبين له الهدى وبقي على شقاقه فإنه يكون متبعا لهواه لأنه قامت عليه الحجة ففي هذا دليل على أن الجاهل يعذر حتى تقوم عليه الحجة من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين كذلك بعد اتباع كتاب الله والسنة رسوله يتبع الإجماع فإن الإجماع أصل من أصول الاستدلال لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع فإذا فبعد الكتاب وبعد السنة يوخذ بما عليه الإجماع فمن خالف إجماع المسلمين فإنه قد ظل ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله بقوله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فإن الله جل وعلا يتركه وظلاله يهيم في الظلال عقوبة له لأنه خالف كتاب الله خالف سنة رسول الله وخالف إجماع المسلمين ففي هذا دليل على حجية الإجماع وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على حجية الإجماع إجماع المسلمين إجماع علماء المسلمين وأن من خالف الإجماع فإنه قد ظل وأنه معرض للوعيد نعم بل قالوا إن من خالف الإجماع يكفر إن من خالف الإجماع فإنه يكفر نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وما هم عليه من الهدي والعمل هو من سبيل غير المؤمنين بل ومن سبيل المفسدين والذين لا يعلمون نعم ما عليه المخالفون لما أنزل الله عز وجل في كل وقت في وقت موسى ومن بعده المخالفون لما أنزل الله فإنهم يكونون ظالين ويكون مفسدين وإن كانوا يزعمون أنهم مصلحون ولهذا قال جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا ولكن لا يشعرون فالإصلاح والصلاح إنما هو باتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما ما خالف الكتاب والسنة فإنه إفساد وإن كان أصحابه يزعمون أنه أنه إصلاح نعم قال رحمه الله وما يقدر عدم اندراجه في العموم فالنهي ثابت عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي ومقاربته مظنة وقوع المنهي يعني نعم الأدلة من الكتاب والسنة جاءت على أنواع منها ما هو نص نعم منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد أو مقيد فأدلة الشرع على هذا النمط فليس من ضرورة المنهي عنها أن يكون منصوصا عليه بل قد يكون داخلا في عموم النهي نعم داخلا في عموم النهي النهي أن يتنبه لهذا الأمر نعم قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم إلى قوله بعدها ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومتابعتهم في هديهم هي من اتباع ما يهوونه أو مضنة لاتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه من الأول قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا أنزلنا عليك الكتاب الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه يعني لما سبقه من الكتب السماوية فإن هذا القرآن يوافقها ويصدقها ومهيمنا عليه مهيمنا على الكتب السابقة بمعنى أنه يبين ما وقع فيها من التحريف والتبديل والتغيير وما نسخ منها وما لم ينسخ فهو هذا الكتاب القرآن الكريم مهيم على الكتب السابقة بمعنى أنه يصحح الصحيح الذي لم يغير ويبين المبدل والمغير والمنسوخ ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس بين اليهود والنصارى وغيرهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة فالحكم بين الناس إنما يكون بالشرع لا يكون بالقوانين لا يكون بالأنظمة البشرية ولا يكون بالعادات والأعراف القبلية وحكم الجاهلية وإنما يكون بالشرع المنزل لأنه هو الكفيل بمصالح العباد وقطع النزاع وصلاح القلوب ورد المظالم وغير ذلك وقطع الأهوى والرغبات فالكتاب كفيل بذلك كله الله الله ولا تتبع أهواءهم وأن يحكم بينهم بما أنزل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج لكل جعلنا منكم أي الرسل شرعة ومنهاج فالرسل دينهم واحد وهو التوحيد والإسلام لله عز وجل وإن اختلفت شرائعهم فإن الله يشرع لكل أمة ما يصلحها في وقتها ما يصلحها في وقتها ثم ينسخ ذلك بشريعة ثانية تصلح للوقت المتأخر إلى أن جاء القرآن الكريم الله جعله صالحا لكل زمان ومكان لا يغير ولا يبدل إلى أن تقوم الساعة لأن الله ضمنه كل ما يحتاجه البشر في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة هو العليم الخبير لما يصلح عباده سبحانه وتعالى فهذا القرآن لا ينسخ وأما ما قبله من الشرائع فإنها يجري فيها النسخ فهذا منزل منزلة القرآن والإسلام من الأديان والكتب السافقة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لجعلكم على شريعة واحدة ولم تختلفوا ولكن أمر الله جل وعلا نافذ في وقوع الاختلاف من باب الابتلاء والامتحان لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم يعني ليختبركم فيما آتاكم فالله قادر على أن يجعل الناس كلهم مؤمنين موحدين ولكن ولكنه سبحانه من شاء من شاء من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر ويقولون هذه حرية الراي وحرية العقيدة لو كان الأمر كذلك محتاج إلى أرسال الرسل وإنزال الكتب كل يأخذ رأيه خلاص لكن الله جل وعلا يريد طريقا واحدا من سلكه نجا ومن خالفه هلك فالله جل وعلا أراد أن الناس يأتون الأشياء عن اختيار وعن إرادة وعن مشيئة منهم فإن كانت خيرا حازوا على الصلاح والفلاح وإن كانت شرا حازوا على الخسار وهذا فعلهم هم وهذا اختيارهم هم فجعل الاختيار لهم في هذا الأمر جعل الاختيار لهم في هذا الأمر ولكن المؤمن لا يختار إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأما المنافق والكافر فيختار ما ترضاه نفسه ولو أسخط الله عز وجل أحسن الله إليكم وشيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام ندعو إتمام حديث شيخنا إلى لقائنا القادم إن شاء الله لنهاية وقت حلقتنا دونه شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته